الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغباب عليهم ولا الظالمين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانون يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهنون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتلفوا ما هم مقتلفون أفغير الله أمتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطلة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتوهم إنكم لمشركون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شليل مما كانوا يمكرون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُجْعَوْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْرِبْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعو صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله وجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم مما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكفرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صبره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعو صبره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله وجسع للذين لا يؤمنون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ذنم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك مغافل عن ما يعملون وربك الغنيء ذو الرحمة إن يشأ يذهمكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنذركم من قوم خخارين يا مأذان كأن لم يكن ربك مهلك القرى ذنم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك مغافل عن ما يعملون وربك الغنيء ذو الرحمة إن يشأ يذهمكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيما فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ونضانين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بذلما وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملون وما ربك مغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآكر وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في مطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها من غير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراعا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذب عليهم ولا الضالين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها متشابها وغير مع روشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنفين أما اشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإمن اثنين ومن المقن اثنين قل آذكرين حرم أم الأنفين أما اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيب علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله شكرا